ما فعله أمير قطر صدم الجازير بيكملها مرحبا معك وبالبيس باس الشرك شاء الله لكم بخير جماعة وصحب سلامي بهذا الفيديو رح نحكي عن موضوعها جدا جماعة بهذا الفيديو رح نشوف ما فعله أمير قطر صدم الجازير بيكملها فما هي القصة وأيضا عنا موضوعها الجزار تفشل في إدراج الصحراء المغربية داخل مؤتمر في إيران والتفاصيل مسيرة قبل ما تبتدي الفيديو لاتس تشتركوا بالقناة فعل زر الجاز سنظل دائما توصل تحط الليك يا جماعة خل الفيديو نتشار خلنا بش رسل قبل ما نبتدي الفيديو يرجى وضع الزر الليك والتفاعل مع هذا الفيديو فضلا وليس أمرا من أجل أن ينتشر ويحقق نتائج إيجابية فيرجى دعمنا بزر الليك ودعونا نبتدأ بالموضوع الأول شوارع العاصمة اليمنية تحتفل بعيد استقلال المغرب بمناسبة احتفال المملكة المغربية بالذكرى السبع وستين لنيل الاستقلال من المستعمر الغاشم انتشرت لوحات شكر وتقدير للمغرب في شوارع عدن العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية وكتب على الصور المعلقة في لوحات ضخمة في الشارع عبارة شكرا للمغرب وبجانبها صورة للملك محمد السادس وبخلفية بها العلم المغربي ويعتبر المغرب من الدول التي دعمت دولة اليمن في محنتها بل وكان في طليعة الدول التي ساعدت الجمهورية اليمنية عسكريا ضد ميليشيات الحسين المدعومة من طرف ايران للمس بأمن اليمن وزعزعة استقرارها هذه كانت البادرة الأكثر من رائعة التي أتت من اليمن دعونا الآن ننتقل إلى ضربة موجعة تطلقاها الجزائر الجزائر تفشل في دراج نزاع الصحراء المغربية في إعلان مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميساق الأمم المتحدة هنا يظهر وزن الدبلوماسية المغربية على المستوى الدولي بعد فشلها في إدراج قضية الصحراء المغربية على جدول أعمال القمة العربية الأخيرة عانت الدبلوماسية الجزارية من نفس الانتكاسة خلال اجتماع مع حلفائها المجتمعين ضمن اجتماع مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميساق الأمم المتحدة الذي عقد في إيران ويسير هذا الغياب العديد من التساؤلات خصوصاً وأن هذه المجموعة التي تم إنشاؤها في إبريل 2021 تتكون أساساً من الدول الصديقة للجزارة والتي يعترف بعضها بالجمهورية الوهمية مثل يكوراغوا وإيران وزنبابوي وفنزويلا وكوبا وتضم المجموعة إلى جانب الدول الأفريقية والأسيوية عضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هما الصين وروسيا وتعتبر روسيا عضواً في مجموعة أصدقاء الصحراء المغربية إلى جانب أمريكا وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا يبقى السؤال الآن هل رضخت الجازير لضغط صيني وروسي؟ وتحرص الصين على الحفاظ على علاقاتها السياسية والاقتصادية مع المغرب إذ كانت من بين الدول التي صوتت لصالح قرار مجلس الأمن رقم 2654 بشأن قضية الصحراء المغربية كما أن بكين تصر رغم ضغوط الجازير وجنوب أفريقيا على أبعاد البوليسيرو عن المشاركة في القمم الصينية الأفريقية كما أن المغرب يدعم الصين في رفضها لمفصال تايوان فيما تهدف روسيا من خلال امتناعها عن التصويت على القرار الأممي الأخير بخصوص الصحراء إلى أزهار معارضتها لسيطرة واشنطن على هذا الملف ويصر إعلان مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميساق الأمم المتحدة بشكل خاص على تنصيق المبادرات المشتركة الهادفة إلى تعزيز احترام مبادئ السيادة والمساواة بين الدول وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول والتسوية السلمية للنزاعات وحذر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الأقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة على النحو المنصوص عليه في ميساق الأمم المتحدة ومقابل تجاهل المشاركين في اجتماع طهران لقضية الصحراء أكدوا على دعم سياسة النظام الإيراني وعلى هذا الأساس نحن نتكلم عن انتكاسة كبيرة أصابت الجزير وفي عقر دار إيران وعلى ما يبدو الصين وروسيا قلبات طاولة على الجزير نعيدها هنا يظهر وزن الدبلوماسية المغربية الآن وبما أننا نتكلم عن هذه المؤتمرات واللقاءات لا بد أن ننتقل إلى تونس يحضرها 30 رئيس دولة وحكومة هل يقاطع المغرب قمة الفرنكفونية بتونس؟ تبدأ غدا بتونس فعاليات قمة الفرنكفونية التي ستحتضنها جزيرة جربا يومي 19 و 20 نوفمبر الجاري المنصق الإعلامي للدورة 18 للقمة الفرنكفونية أكد بتصريح له أن 30 رئيس دولة وحكومة أكدوا حضورهم للقمة كما قال إن العدد في ارتفاع بالنظر لعدد الدول الأعضاء في الكفرنكفونية وعددهم 88 دولة وحكومة منها 54 عضوا و7 أعضاء منتسبين و27 ملاحظة صحيفة أفريكا أنترزد قالت أن المغرب لم يحسن بعد لحدود هذه الساعة في تمثليته في القمة الفرنكفونية خاصة بعد إعلان البلدين تبادل استدعاء السفراء على خلفية استقبال قيس سعيد لبنبطوش وذكرت أفريكا أنترزد أن الرباط لم تكشف بعد عن مستوى تمثيلها في القمة الفرنكفونية التي يحضرها الرئيس الفرنسي ماكرون والجزاري تابو هذا ما تم الإعلان عنه والحدود هذه الساعة لا يعلم هل المغرب سوف يشارك بهذه القمة أم له الآن لابد أن نتكلم عن انتكاسة تاريخية أصابة الجزار بعد نجاح المغرب الفشل يطارد مشروع سولار ألف لإنتاج الطاقة الشمسية بالجزار يتجه مشروع سولار ألف لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بالجزار نحو الفشل الكامل بسبب العديد من المشاكل التي فشل النظام الجزاري في حلها خلال العام الجاري 2022 ما تسبب في تأجيل البدء في تنفيذ المشروع وكانت تعول الجزار على هذا المشروع إلى إنتاج ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية سنويا يستهدف الوصول إلى خمستعشر ألف ميغاواط من مصادر الطاقة الشمسية بحلول عام 2035 وتعد عملية تمويل المشروع العائق الرئيس الذي أوقف الشركة عن استكمال الإجراءات إذ لم ترد الحكومة الجزارية على استفسارات شركائها لحدود الساعة للإشارة تصابق الجزار الزمن لإخراج واحد من المشاريع التي تعول عليها في إنتاج الطاقات المتجددة وكذلك لتقفي أسر المغرب الذي أصبح اليوم رائدا في مجال الطاقة المتجددة بأفريقيا وهذه تعتبر انتكاسة كبيرة وغير مسبوقة أصابت الجزار دعونا الآن ننتقل إلى موضوع تم الكشف عنه الآن شنقريحة يضغط على تابون من أجل أن يسافر إلى روسيا بأسرع وقت شنقريحة يضغط على الرئيس تابون للقاء بوتين قبل نهاية عام 2022 ذكرت تقارير أعلامية أن شنقريحة يدفع بقوة للإسراع في زيارة الرئيس الجزاري إلى روسيا ولقاء الرئيس الروسي قبل نهاية العام 2022 وحسب ذات المصادر فقد التقش نقريحة عدة مرات في القصر الرئاسي بالمرادية ليقناعه بأهمية هذه الزيارة لموسكو التي لا تحظى بالإجماع على الإطلاق داخل المرادية للإشارة تتعرض الجزار لضغوط غربية شديدة ولا سيما الضغط الأمريكي لحملها على النأي بنفسها عن روسيا الغارقة في الحرب في أوكرانيا حيث يرى مراقبون أن بوتين أصبح صديقا مرهقا للسلطات الجزارية وارتفعت أصوات عديدة داخل السيراج الجزاري مطالبة بيعاتة النظر في هذا التحالف مع موسكو ومحيط الرئيس الجزاري تابون هذه الزيارة إلى موسكو لا تسير الحماس لأن السلطات تخشى تأثيرها على الشركاء الغربيين الذين يمكنهم التحول إلى شكل جديد من العداء اتجاه الجزار من خلال دعم على سبيل المثال الخصوم الجيوسياسين للبلاد في المنطقة مثل المغرب ويمكن أن يؤدي تقارب جديد بين الجزار وموسكو إلى تحالفات غربية جديدة بشأن المواقف المغربية مما قد يضر بتوازن القوى في المنطقة المغربية ويدرك العديد من المستشاري تابون هذا الخطر ويدرك الرئيس الجزاري نفسه هذا الخطر ولهذا السبب عمل بجد للتصالح مع فرنسا ويرسل رسائل لإيطاليا ويطمئن أمريكا لكن بالنسبة لشنقريحة الشنقريحة يغرد خارج السرب فالتحالف مع روسيا أولوية وطنية لأن الشنقريحة يدرك أنه لن يتمكن أحد من أمداد الجزار بالسلاح باستثناء موسكو ولن يتنازل أي مورد غربي عن تزويد الجيش الجزاري بما يريده لضمان تحديثه وهكذا يظل الدعم الفني من روسيا مهما في نظره هذا ما يجري بين الشنقريحة وتابون داخل المرادية الآن لابد أن نتكلم عن تقارير سرية استخباراتية تتكلم لأول مرة عن السبب الحقيقي من إجراء مناورات درع الصحراء بعد انطلاق مناورات درع الصحراء بين الجزار وروسيا والتي تجرى في منطقة قريبة من الحدود المغربية لأول مرة بمشاركة مائة عسكري روسي تفرض الجزار تعتيما إعلاميا كبيرا على مجريات هذه المناورات في وقت لا تستبعد دوائر استخباراتية أن تكون أهدافها الحقيقية مختلفة عما جرى إعلانه سابقة من كونها تهدف إلى التدرب على مواجهة التهديدات الإرهابية ومكافحتها بالصحراء حسب تقارير استخباراتية أن هذه المناورات وأن العسكرين الروس متخصصون في بناء قواعد الصواريخ الباليستية المتطورة والمستعملة في الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا S-400 وإسكندر وصواريخ كلبع وتزداد أهمية هذه المناورات من رمزية القاعدة العسكرية التي تحتضنها والتي شيدها الجنرال اليوطي مطلع القرن 19 من أجل التحضير لتفكيك الأمبراطورية المغربية الشريفة قبل أن يتم توسيعها مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية لتصبح خاصة ببناء وإنتاج الصواريخ الفرنسية الطويلة المدى سنة 1948 من طرف الجنرال شارل دوغول ولم تسلمها فرنسا إلى الجزائر إلا سنة 1967 أي بعد مرور خمس سنوات على استقلالها أساسا المناورات بين الجزائر وروسيا تقام بالقرب من قاعدة عسكرية تابعة جغرافيا لولاية بشار يعود تاريخ تشيدها إلى سنة 1903 من طرف فرنسا ويبدو أن الروس انتبهوا الآن إلى أهمية هذه القاعدة المختصة في إنتاج الصواريخ خاصة أنها القاعدة التي انطلق منها أول صاروخ فضاء فرنسي بينما الجزائر تعول عليها لتعديل ميزان القوى مع المملكة الشريفة والرد على مناورات الأسد الأفريقي وانطلاق المغرب مع إسرائيل في تشييط قواعد لصناع الطائرات للدرون الانتحارية وبالرجوع إلى طبيعة الخبراء العسكرين الروس المشاركين في هذه المناورات فإنهم لا علاقة لهم بالتدريب على مواجهة الجماعات الإرهابية لكون روسيا تتطلع بهذا الملف عن طريق مجموعة فاغنر بينما المشاركون الحاليون هم خبراء متخصصون في الصواريخ الطويلة المدى وهو ما يجعل المغرب يتتبع عن كسب ما يجري في هذه المناورات إضافة إلى ضباط الناتو الذين يتابعون الأمر من خلال الأقمار التجسسية جدير بالذكر أن هذه المناورات العسكرية بين الجزار وموسكو التي تحاول الجزار إخفاء أهدافها الحقيقية أتت بعد إبرام صفقة تسليح ضخمة بين الجزار وموسكو هذا ما تم الكشف عنه منذ الساعات معدودة عبر تقارير استخباراتية وأيضا كما رأينا الضباط الناتو الذين يتابعون الأمر من خلال الأقمار التجسسية دعونا الآن ننتقل إلى مونديال قطر أسطول طائرات يبدأ اليوم في نقل الجماهير المغربية إلى قطر ترقب حضور قياسي لتجهيع الأسود شرعت الجماهير المغربية منذ اليوم في التوافض على قطر لحضور نهائيات كأس العالم وانطلقت طائرات منذ صبيحة اليوم باتجاه الدوحة وعلى متنها أعداد كبيرة من الجماهير المغربية التي ستكون حاضرة بقوة في مباريات المغرب خلال المونديال وستكون الجماهير التي ستتجه إلى قطر مدعومة بالجالية المغربية المقيمة في قطر ودول الخليج وكذلك المقيمة في الدول الأوروبية وبدأت شوارع وأسواق قطر تعج منذ أيام بالجماهير المغربية المقيمة هناك خصوصا حاملين الرايات الحمراء بنجمتها الخضراء ومرتدين أقمست أسود الأطلس ومرددين شعارات وأهزيج حماسية ومن المتوقع أن يحقق الحضور الجماهير المغربي في مونديال قطر رقما قياسيا على غرار مونديال روسيا خاصة في ظل التسهيلات التي قدمتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالتنصيق والتعاون مع عدد من شركائها وفي مقدمتهم الخطوط الملكية المغربية هذا ما تم الأعلان عنه مزو الساعات معدودة الآن لابد أن ننتقل إلى ماذا يحدث بين المشجعين الجزارين والمغاربة عراق بين جماهير المغرب والجزار بقطر بسبب العلم المغربي انتشرت بعض الصور وفيديوهات عن مواقع التواصل الاجتماعي لجزارين ومغاربة يتشاجرون بقطر بسبب رفع لبعض المغاربة العلم المغربي وترديد أغاني للعيون العينية والصحراء مغربية فيما خرجت بعض المصادر الصحفية وقالت أن بعض الجزارين المستأجرين سيقومون ببعض أعمال الشغب في المدرجات تحت علم المغرب وهدفهم هو التشويه صورة البلاد في الخرج وبعض مصادر مطلعة قالت هناك خطة من كبرانات الجزار لإرسال الجزارين إلى قطر ليندسوا في صفوف المغاربة وبأقمسة وإعلام مغربية لإفساد مباريات كأس العالم وإعطاء انتباع سيء عن المغاربة بعد هذه الضجة الكبيرة التي حدثت الأمر لم ينتهي هنا بل توجهت دعوة رسمية إلى السلطات القطرية بالقول المرجو من السلطات في قطر أن تتحقق من هوية كل شخص يحمل قميص أو علم المغرب قام باقتحام الملاعب أو السرقة أو الشغب وأيضا تم توجيه دعوة للجمهور المغربي بقطر بين يأخذ الحيطة والحزر من هؤلاء المندسين لأن أخبار تشير أن الكبيرانات أرسلوا أكثر من ألف شخص كجمهور ومن ضمنهم ميليشيات ومخابرات للتشويش على الجمهور المغربية وهذه الأحداث وهذه الضجة التي حدثت وصلت إلى أعلى سلطة بقطر أي إلى أمير قطر مباشرة وعلى هذا الأساس الأجهزة الاستخباراتية داخل قطر وعلى أعلى مستوى تقوم اليوم بإجراء تحقيقات عالية المستوى وذلك من أجل التأكيد على جاهزية تأمين البطولة وفق أعلى المعايير الأمنية الدولية وبما يتوافق مع المتطلبات الأمنية للاتحاد الدولي لقرة القدم الفيفا مستعينة الاستخبارات بآخر التقنيات والأنظمة الأمنية المتطورة في العالم وللإشارة تم عقد أيضا اجتماع مغلق ضم أجهزة الأمن والاستخبارات في العالم وداخل هذا الاجتماع لا ننسى الاستخبارات المغربية الأولى عالميا هذا ما حدث بالتفصيل وهناك ضجة واسعة بعد هذه الأنباء التي صدرت بالآوينة الأخيرة وبعض المصادر تداولت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لكن لا يوجد أي تأكيد لحدود هذه الساعة لكن بعضهم قال أنه تم اعتقال أحد الأشخاص المتورطين بأعمال الشغب التي حدثت ليلة الأمس والتحقيقات جارية على أعلى مستوى لا يسعنا أن نقول إلا تحية كبيرة للسلطات القطرية التي تدخلت وبشكل عاجل ولا ننسى أبدا أن المخابرات المغربية أيضا موجودة داخل الموديل نعم موجودة وبقوة وسوف تتم معرفة جميع ملابسات هذا الحادث الذي حدثه ليلة الأمس ونقولها شكرا لكل حتى وصل معي لنهاية هذا الفيديو أنتم من تجرون هذه القناة تزدر أكثر وأكثر ويرجع وضع زر لك والتفاعل مع هذا الفيديو فضلا وليس أمرا من أجل أن ينتشر ويحقق نتائج إيجابية ونقول في نهاية أهنية لنا بأزي الإنجازات المتتالية نعم إنها المملكة المغربية إنها الإمبراطورية العلوية الشريفة أن المغرب يا سادة ويكسنا نحن كالحظة نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام أبناءنا إلى الأمام فكلنا فيد الوطن يحيى الملك يحيى الوطن يحيى الملك يحيى الوطن ترجمة نانسي قنقر